تخيلت نفسي وخاطب كل جالس في سدة الحكم وكل قابض على مقدرات بلده ماذا أقول له وبماذا أنصحه وفي هذا العصر الذي انقلبت فيه المقاييس وتغيرت المفاهيم وأصبحت الكلمات شراكا خداعية وأصبحت المثل والقيام الشريفة والأديان فخاخا تستدرج بها الأمم إلى مصارعها وتحول العلم إلى قوة ضد الإنسان بدلا من أن يكون قوة معه وأصبحت الحرية حبالا أنيقة من حرير يشنق بها أصحابها وأصبحت الإبادة الجماعية للشعوب اسمها اشتراكية وتاخوت الدولة اسمه تقدمية والعفة والطهارة اسمها رجعية وأصبحت الغازات السامة اسمها تمشيط الجبل وتطهيره من المخربين والمخربون اليوم في أفغانستان هم كل وطني شريف يكافح ليحرر بلده في هذه السوق الحافلة بالتزييف والتضليل وفي زحام حملة المباخر الذين يطلقون دخان التعمية وبين رايات مرفوعة أكثرها كاذب لا أرى وصايا العشر إلا مختلفة قليلا عن وصايا موسى سوف تختلف في الأبجادية لأن أبجادية العصر اختلفت ومعظم المعاني الباطلة لبست ثيابا غير ثيابها وتنكرت في حروف غير حروفها سوف أقول لكل حاكم الاستقلال في عالم اليوم هو أن تصنع سلاحك ورغيفك بيدك ألا ترى اليابان تخرض إرادتها برغم أرافيها المحتلة وذلك بالإنتاج المتدفق الذي يخرج من المصنع وبامتلاك الأسواق والهيمنة على الأرزاق اجعل قاعدتك الذهبية أن تتجنب الحرب وذلك بالاستعداد الأقصى للحرب حتى يهابك الكل ولا يطمع فيك أحد ذلك للأسف هو الأسلوب الوحيد للسلام الاقتصاد الحر الموجه هو النظام الأمثل للإنتاج الأمثل أما الاشتراكية فهي الرحمة التي باطنها العذاب وهي الباب الذي يؤدي إلى الكسل والتواكل والبيروقراتية والظلم المنظم انظر إلى ما فعله التأميم في مسارع أنشاص وما فعله بشركات الأوتوبيس وفي روسيا كيف هبط بإنتاج أوكرانيا من القمح فأصبحت روسيا تمد اليد لأمريكا لتشتري رطيفها انظر إلى آلة الإنتاج في اليابان وانظر إلى آلة الإنتاج الكسيحة في بولندا حتى العمال أصحاب المصلحة الذين قامت الاشتراكية من أجلهم رفضوها ووضعت نقابة التضامن في بولندا سور الباب مكان سور ماركس ولنين وماذا تتوقع من نظام يحول الدولة إلى ديوان موظفين هل سمعت عن واحد يهرب من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية هل سمعت عن عامل هرب من إنجلترا إلى روسيا هل قرأت عن زخاروف وإذا كانت النظم الاشتراكية ما زالت موجودة فلأنها كانت الوسيلة المفضلة لكل جبار يريد أن يضع لقمة الكل ورقاب الكل تحت يده فلا تكن ذلك الحاكم أبدا إذا كنت حاكما لبلد صغير ضعيف فتجمع مع غيرك من الضعفاء تصنع بتجمعك قوة تجلس بها على مائدة الأقوية ادخل عصرك من باب الكمبيوتر والتكنولوجيا ومكينة الزراعة وإذا لم تعرف مفاتيح هذه الأبواب فأنت وراء التاريخ وخلف العصر الحجري المسجد الجامعة القضاء البرلمان أكاديمية البحث العلمي الكونسيرباتور المسرح الصحافة الحرة هذه هي أعمدة الحضارة وبقدر إسهامك فيها بقدر ما تصنع لبلدك من حضارة ضمان حرية المواطن وكفالة تطبيق القانون ومجتمع الشورى والديمقراطية بمفهومها الإسلامي هي أعمدة الحكم السليم الحاكم الذي يبقى ذكره على مدى الدار هو الحاكم البناء الحاكم ذو اليد الخضراء الذي يخذر الصحاري وينشر العمار ويحفر الأرض لتتدفق بالماء والبترول والثروة المعدنية وينشر الأمان والسلم بين الربوع وليس هو الحاكم صاحب الفتوحات والانقلابات ولا صاحب الصوت المدوث في أجهزة الإعلام ولا صانع الفتن فهؤلاء قنابل صوتية من الضوضاء الفارغ تصنع ضجيجا لبرهة قصيرة ثم ما تلبث أن يتويها النسيان وتخلف وراءها ذكرى سيئة وكابوسا يتنفس الناس الصعداء لأنه انزاح عنهم تذكر أن الله يملكك ويملك الأرض ومن عليها ويملك الماضي والحاضر والمستقبل فحاول أن تترضاه بالإيمان به وشكره وطاعته وتطبيق شريعته الذين يرفعون راية الإيمان ويطلقون من خلفها الرصاص كثابون فقد جعلوا من أنفسهم قضاة وجلادين وهذا ليس إسلاما ولا هم بمسلمين بل هم عملاء تخريب يعملون لحساب الشرق والغرب وهم مجرمون من اختصاص الشرطة والأمن ومحكمة الجناية إن الرصاص لم يصنع سلاما في لبنان ولم يصنع وحدة ولم ينصر إسلاما ولا مسيحية ولم ينصف أحدا من أحد وإنما أحال البلد الصامد إلى جدار مليء بالثغرات يتسلل منها الروس والأمريكان والإسرائيليون والدخلاء والمنتثعون بالخراب من جميع الملل اقتع دابر هذه الفتنة بالعقاب الباتر الحاسم واقتلع العنف بعنف أشد منه حتى لا يتمكن في الأرض ولا تنمله جذور تلك وصايا عشر أقولها في استحياء وأنا أشكر ربي وأحمد ظروفي على أني لست رئيسا ولا حاكمة فتلك مسئولية تزلزل العقل وهي في دوامات الرعب التي نعيشها أشبه بركوب طفان أو قيادة عربة في رمال متحركة وإذا كان لي أن أختار وصية واحدة من العشر أحملها لرئيسنا فإني أقول بإخلاص تجنب الحربة ولا تدع أحد يجر رجلك إليها ويستدرشك بمختلف الذرائع إن نتجنب الحرب فن أحيانا يحتاج الأمر إلى حرب صغيرة لنتجنب بها حربا كبيرة وأحيانا يحتاج الأمر إلى إظهار المخالب والأنياب وأحيانا إلى مجرد سلاح رادع وأحيانا إلى استراتيجية التفاهم والمصالحة والمهادنة وأحيانا إلى اختيار الوسط العدل بين الشرق والغرب الذي لا تسلم فيه نفسك إلى أي من المعسكرين ولا تكون أداة لأيهما وأحيانا إلى ديبلوماسية المكر والدهاء وتوزيع الابتسانات على كافة أطراف المافيا الدولية وفي جميع الأحوال لن يجنبك الحرب إلا أن تكون قويا مهابة وأن يرى أعداءك أن مسدسك محشو وقميسك لم يخترقه الرصاص فذلك هو أسلوب السلام الوحيد في عالم الغدر الذي نعيش فيه فكن دائما ذلك الرجل القوي فإذا وقعت وسعى إليك الشر الذي لا مهرب من دفعه إلا بشر مثله فلتكن أنت الذي تختار الزمان والمكان للمعركة ولا تدع عدوك يختار لك اليوم والساعة كما حدث في حرب سبعة وستون ولا تدخل الحرب وحدك وإنما دخلها جماعة ودخلها على الحق فيد الله دائما مع الجماعة وتذكر أن عدة الحرب ليست السلاحة وحده وإنما الاقتصاد المتين وآلة الانتاج النشطة في الخطوط الخلفية ومحاصيل زراعية وفيرة تؤمنك من الجوع بل إيمان وانتماء وقيم ونظام وانضباط يحكم السلوك العام وهي أولويات تحتاج إلى وقت وإعداد وخطة في التربية وخطة للزراعة وخطة للصناعة وخطة للإعلام أنقل بها بلدك من حالة النوم والاسترخاء إلى وضع انتباه إن إسلاح الانتاج والاقتصاد كان دائما همك الأول ونشاطك فيها فواضح وملحوظ فإذا كانت عجلة الإسلاح لا تسير بالسرعة التي تتمناها السبب أن وراء الإنتاج يقف الإنسان ونابد من إسلاح الإنسان في نفس الوقت وإسلاح الإنسان معناه تطوير البيت والمدرسة والجامعة والشارع والتلفزيون والتلفزيون الآن قوة هائلة تشكل العقل والسلوك مثل الجامعة والكتاب وهي أقوى أثرا من الاثنين والشاشة الصغيرة لها أثر حاكم فهي تستطيع أن تقتل الوقت وتستطيع أن تحييه ولا أحب أن أترك الكلام يتفرع بنا وإنما أعود فأجمع الخلوط في ثلاث نقاط هي إسلاح آلة الإنتاج وإسلاح الإنسان الواقف خلف الآلة وتوفير السلام والاستقرار والأمن الضروري ليؤتي الإسلاح ثمرته هذا هو الثالث الذي يصنع المستقبل فاجعله في بؤرة اهتمامك على الدوام اشتركوا في القناة